والآن أعطي الكلمة للسيد عزيز أغنوش رئيس الحكومة في مملكة المغرب والذي يلقي كلمة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية فليتفضل شكراً ليا الشرف أن ألقي على مسامعكم نص رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الموجهة لاجتماعكم الموقع الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أخي المبجل خادم الحرامين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود أخي الأعز صاحب السمو الملكي الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصحاب الجلالة والسمو والفخامة أصحاب المعالي والسعادة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الأمين العام لمنظمة التعاول الإسلامي تنعقد هذه القمة الاستثنائية العربية الإسلامية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية الشقيقة في سياق مشحون بالتوتر واستمرار المواجهات المسلحة التي يعرفها قطاع غزة وما تخلفه من آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ومن تخريب ودمار وحصار شامل في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية فرغم ارتفاع بعض أصوات الحكمة الدعية إلى خفض التسعيد والتهديئة لا زالت المدافع والصواريخ الإسرائيلية تستهدف المدنيين الغزل من أطفال ونساء وشيوخ ولم تترك دار عبادة أو مستشفى أو مخيما إلا وضمرته كليا أو جزئيا لقد دعونا من منطلق التزامنا بالسلام وبصفتنا رئيسا للجنة القدس إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل والتحرك جماعيا كل من موقعه لتحقيق أربع أولويات مليحة أولا الخفض العاجل والملموس للتسعيد ووقف الاعتداءات العسكرية بما يقتضي لوقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة تانيا ذمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تالتا السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة رابعا إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليهم دوليا أصحاب جلالة والسمول فخمة إننا أمام أزمة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي تعيشها ساكنة قطاع غزة لذا يجب أن لا نسمح بترك مستقبل المنطقة ومستقبل أبنائها بين أيدي المزايدين فمستقبل المنطقة لا يتحمل المزايدات الفارغة ولا الأجندات الضيقة كما ينبغي التعامل مع هذه الضرفية الحاسمة من منطلق المسؤولية التاريخية التي تحتم علينا الانطلاق من بعض المسلمات البديهية فلا بديل على سلام حقيقي في المنطقة يضمن لفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة أخي الرئيس محمود عباس أبو مازين ولا بديل عن وضع آليات لأمن إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية المتعارفة عليها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة إن تخطي هذه الأزمة وتفادي تكرارها لن يتحقق إلا بوقف الاعتداءات على القدس الشريف والقطع مع الاستفزازات التي تجرح مشاعر أكثر من مليار مسلم لذا كنت دائم الحرص بصفتي رئيس لجنة القدس على أن أتير الانتباه إلى خطوة تلك الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية وعواقبها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة برمتها وبالموازاة مع ذلك نعمل ميدانياً على الأرض من خلال وكالة بيت المال القدس الشريف على حماية المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدستها الدينية وكما جاء في نداء القدس الذي وقعنا عليه مع قذاسة البابا فرنسيس فإن من واجب الجميع المحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراتاً مشتركاً للإنسانية ومركزاً لقيم الاحتراء لاحترام المتبادل ومخطئ من يظن أن منطق القوة يمكنه تغيير هذا الواقع وتلكم الهوية المتجدرة وسنتصدَّى له على الدوام من منطلق رئاستنا للجنة القدس وبتنسيقٍ مع أخينا جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس أصحاب الجلالة والسمو والفخامة إننا أمام مرحلةٍ فاصلة تتطلب من الجميع التحلي بالحزم والمسؤولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتقتضي تغريب منطق العقل والحكمة لإقامة سلامٍ عادل ودائم بالمنطقة لما فيه أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته